اشتركوا في القناة اهداف الدرس التعرف على مكونات اسلوب العدد اثنين التعرف على الصياغة الصحيحة بين العدد والمعدود ثلاثة التعرف على تصنيف الاعداد من حيث الصياغة أربعة التدريب على اسلوب العدد التدريب على اسلوب العدد عندنا في التهيئة صفحة 252 قال الله سبحانه وتعالى وإني يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون اتأمل الآية السابقة ثم اجيب وفق الجدول التالي نريد ان نبحث عن العدد من الآية والمعدود من الآية لو نلاحظ في الآية ان العدد هو ألف والمعدود هي سنة أو هو سنة ننتقل للصفحة أو في نفس الصفحة عندنا نفس الصفحة 252 عندنا أتذكر أن مكونات مكونات سلوب العدد عندنا العدد والمعدود نريد أن نأخذ نشرح هذا الملاحظة هذه التي هنا لتبين قبل أن ندخل في غمار الدرس عشرة رجال لو تلاحظ كلمة عشرة رجال عشرة هو العدد وأما المعدود فكلمة رجال أما المعدود فكلمة رجال عندنا العدد ينقسم كما ترى العدد من حيث التصنيف ينقسم إلى عدة أقسام القسم الأول العدد واحد واثنين واحد واثنين عندما نكتبهم أو نجد أنهم يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثا هناك علاقة بين العدد والمعدود من حيث التذكير ومن حيث التأنيث فالعدد من حيث التذكير والتأنيث في رقم واحد ورقم اثنين نجد أنهم يتوافقان فعندما نقول رجل نقول رجل واحد لا نقول رجل واحدة وعندما نقول امرأتان نقول امرأتان اثنتان ولا نقول امرأتان اثنان إذن نجد أن العدد أن العدد توافق مع المعدود من حيث التذكير ومن حيث التأنيذ وكذلك اثنتان كما نرى الآن مؤنث ومرأتان مؤنث إذن العدد واحد واثنين من حيث التذكير والتأنيذ بين العدد والمعدود يتوافقان النتيجة توافق نأتي للأعداد من ثلاثة إلى عشرة نجد أن العدد والمعدود من حيث علاقتهما بالتذكير والتأنيذ نجد أنهما يختلفان فإذا كان العدد مذكر يكون المعدود مؤنث وإذا كان العدد مؤنث يكون المعدود مذكر وهكذا إذن يتخالفان فنجد أن العدد مثلا هنا عندك ثلاثة ثلاثة أقلام لاحظ كلمة ثلاثة ثلاثة مؤنث أو قلم لاحظ كلمة أقلام هنا مفردها قلم وقلم مذكر إذن عندما أتي بعدد من ثلاثة إلى عشرة فإنني أقول ثلاثة بالتأنيذ لأن قلم قلم مذكر فلذلك قلنا ثلاثة أقلام أو أربعة أقلام إلى عشرة أقلام نأتي لكلمة كراسات لاحظ كلمة كراسات مفردها كراسة وهي مؤنث عندما نأتي بالعدد فنقول خمس كراسات أو ست كراسات أو سبع كراسات إذن أتينا بالعدد مذكرا أتينا بالعدد مذكرا نأتي للصنف الثالث وهو صنف 11 11 11 ورقم 11 ورقم 12 11 ورقم 12 هذان العددان يتكونان من جزئين الجزء الأول والجزء الثاني الجزء الأول أحد والجزء الثاني عشر واحدى وعشرة وكذلك مثلها نفس الأمر 12 واثنتا عشرتا نلاحظ أن الجزئين يتفقان الجزئين يتفقان مع العدد فإذا كان العدد مذكر كما في كلمة كتاب فإن أحد عشاء فإن العدد بجزئيه يتفق من حيث التذكير وإذا كان العدد مؤنث عفوا المعدود مؤنث فإذا كان المعدود مؤنث كما في مكتبه فإن العدد يتفق في الجزئين فيكون في جزئيه مؤنثا نعم مؤنثا إذن نعود من جديد قلنا قلنا العدد العدد واحد واثنين يتفقان من ثلاثة إلى عشرة يختلفان من حيث التذكير والتأنيث أحد عشر واثنى عشر يتفقان كذلك مثل واحد واثنين ننتقل لاستنصريف الرابع وهو ما كان من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر نجد علينا أن نركز في هذا التصليف وهو نجد أن المعدود إذا كان مذكرا فإن الجزء الأول من العدد يكون مؤنثا أي يخالفه أما الجزء الثاني القريب يتفق معه فإذا كان العدد كذلك مؤنثا لو تلاحظ إذا كان المعدود مؤنثا فإن العدد يكون في الجزء الأول مذكرا والعدد القريب يكون الجزء الآخر عشرة يكون مؤنثا إذن من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر يتكون من جزئين الجزء الأول يختلف من حيث التذكير والتأنيث الجزء الثاني يتفق الجزء القريب يتفق الجزء القريب يتفق ننتقل للتصنيف الرابع الخامس وهي ألفاظ العقود عشرين ثلاثين أربعين عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون وما كان فيها من عطف مثل تسع وثلاثون وهكذا وتسع وأربعون وتسعون وخمسون وأربعون وأربعون وهكذا وأربعون وستون مئة وأيضا ألف ومضاعفاتها لا تتغير من حيث التذكير والتأنيث لا تتغير من حيث التذكير والتأنيث فإذا قلنا ألفاظ العقود نقول أربعون حديثا خمسون آية لاحظ أن أربعون وخمسون لو قلنا أربعون حديثا أو أربعون آية نلاحظ أن العدد لم يتغير نفس نفس اللفظ لم يتغير من حيث التذكير والتأنيث نقول خمسون آية أو خمسون حديثا لا فرق في ذلك نأتي الآن للمئة المئة أيضا كذلك مئة ريال ومئة هللة لاحظ كلمة ريال مذكر وهللة مؤنث ومع ذلك مئة لم تتغير من حيث التذكير ومن حيث التأنيث وكذلك الألف الألف ألف كتاب وألف صفحة كتاب مذكر وألف لم تتغير صفحة مؤنث كمعدود وألف مذكر وألف لم تتغير إذن باختصار شديد من العدد العدد من واحد واثنين يتفقان من حيث التذكير والتأنيث من ثلاثة إلى عشرة يختلفان من حيث التذكير والتأنيث أحد عشر واثنى عشر الجزء الأول يتكون أحد عشر واثنى عشر يتفقان من حيث التذكير والتأنيث بجزئي من 13 إلى 19 الجزء الأول يختلف من حيث التذكير والتأنيث أما الجزء القريب فإنه يتفق وهو عشرة أما الفاض العقود فإنها ومضاعفاتها لا تتغير من حيث التذكير والتأنيث الآن نأخذ المثال وحاكي الجمل التالية مع التنبيه إلى العدد بالمعدود صفحة 202.52 لو عدنا سنة واحدة للخلف إلى عام 1399 لم يكن هناك أجهزة ناسوخ لاحظ كلمة سنة واحدة واحدة مؤنث إذن السنة كذلك مؤنث إذا اتفقنا رقم واحد أو واحد من حيث التذكير والتأنيث يتفق واحد واثنين من حيث التذكير والتأنيث يتفق فالمعدود مؤنث وكذلك العدد مؤنث نأخذ المثال الثاني نقول ولو عدنا سنتين إثنتين لأدركنا التطور الجديد بعدهما سنتين إثنتين لاحظ كلمة سنتين إثنتين المعدود سنتين والعدد إثنتين لاحظهما من حيث التذكير والتأنيث سنتين مؤنث دل على إثنتين واثنتين أيضا مؤنث فاتفق العدد والمعدود لأنه كما اتفقنا أن واحد واثنين يتفقان من حيث التذكير والتأنيث نأخذ الجملة التي بعدها ولو عدنا عشرين سنة للخلف لم يكن هناك هاتف نقال انظر كلمة عشرين عشرين سنة عشرين كلمة من عشرين من ألفاظ العقود واتفقنا أن ألفاظ العقود لا تتأثر ولا تتغير من حيث التذكير والتأنيث فنقول عشرين سنة ونقول عشرين يوم لا فرق بينهما سنة سنة مؤنث معدود مؤنث ولذاك عشرين لم تتغير يوما أيضا لو قلنا عشرين يوما أيضا نفس الفكرة أنه لا يتأثر فالعدد لا يتغير ولا يتأثر من حيث التذكير والتأنيث في ألفاظ العقود ومئة وألف نأخذ التي بعدها نحن نعرف مشقة الرحيل من أجل البحث عن حديث واحد انظر كلمة حديث واحد لاحظ كلمة واحد واحد مذكر وحديث أيضا مذكر وكما اتفقنا أن واحد واثنين نفس واحد واثنين من حيث التذكير والتأنيث مع المعدود لا يتأثر أبدا نأتي بعد ذلك أقرأ كل أسبوع كتابيني اثنين كتابيني اثنين انظر كلمة اثنين هنا كلمة اثنين لاحظ أنه عدد وكتابي وعدد ولم نؤنث لماذا لم نؤنث لأن كتابين مذكر فتطابقا لأن واحد واثنين كما اتفقنا من حيث التذكير والتأنيث المعدود والعدد في واحد واثنين يتفقان أقرأ كل يوم ثلاثة صحف محلية نقف هنا على كلمة ثلاثة صحف صحف مفردها صحيفة وصحيفة مؤنث وثلاثة من ثلاثة إلى عشرة كما ذكرنا في بداية الدرس قلنا من ثلاثة إلى عشرة أن العدد والمعدود من ثلاثة إلى عشرة لا يتفقان من حيث التذكير والتأنيث فإذا كان المعدود مذكر فإن العدد يكون مؤنث وإذا كان المعدود مؤنث فإن العدد يكون مذكر فصحيفة هنا صحف مفردها صحيفة لأننا نرجع للمفرد صحف مفردها صحيفة وهي مؤنث إذن بما أنها مؤنث إذا ذكرنا ثلاثة إذا نكون ثلاثة هنا ذكرنا العدد قبله فإنه يكون مذكرا ثلاثة صحف أربع صحف خمسة صحف خمس صحف ثلاث صحف خمس صحف أربع صحف ننتقل الآن لصفحة 253 أمرت الشريعة الإسلامية بحفظ خمس ضروريات ضرورات ضرورات هات مفردها ضرورة ضرورة مؤنث بما أنها مؤنث والعدد عندنا خمسة والعدد عندنا خمسة فقلنا خمسة إلى عشرة لا يتفقان من حيث التذكير والتأنيف فعندما كان المعدود مؤنثا أصبح العدد مذكرا حفظت عشرة أحاديث انظر كلمة أحاديث أولا أحاديث لو رديت بالمفرد لقلت حديث وحديث مذكر بما أنه مذكر والعدد عندنا عشرة من ثلاثة إلى عشرة كما اتفقنا أن العدد والمعدود من حيث التذكير والتأنيف يختلفان فنقول عشرة أحاديث ولا نقول عشرة أحاديث ننتقل نجيب على التي بعدها فنقول قرأت ثلاثة قصائد انظر كلمة قصائد تأملها قصائد هات مفردها قصيدة قصيدة مؤنث أم مذكر مؤنث مؤنث إذن المعدود مؤنث والآن سأتي بعدد فالعدد أتيت بثلاث بثلاثة من ثلاثة إلى عشرة اتفقنا أنهما يختلفان وقصيدة مؤنث إذن المعدود لابد أن يكون مذكر في هذا العاصر يملك الشخص قرصا مجمجا بخمسة عشرة ريالا بخمسة عشرة ريالا لاحظ كلمة خمسة عشرة ريالا عدد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر هذا العدد أعداد مركبة من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ولها تركيب خاص وهي من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر من حيث التذكير والتأنيد فلننظر كلمة ريالا ريالا هنا مذكر بما أنه مذكر والعدد من خمسة العدد من واقع بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فإن الجزء الأول منه سيختلف من حيث التذكير والتأنيد أما الجزء القريب فإنه متفق فإنه سيتفق للكتاب الإلكتروني أكثر من أربع عشرة مزية أربع عشرة مزية أربع عشرة مزية انظر كلمة مزية تأملها مذكر أن مؤنث هي مؤنث مؤنث بما أنها مؤنث إذن أرجع والعدد عندي من أربع عشرة أربع عشرة هو عدد واقع بين الأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر واتفقنا أنه من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر المعدود الأعداد هذه من حيث التذكير والتأنيث تكون في الجزء الأول مختلفة وفي الجزء الثاني متفقة فنقول مزية مزية أربع نقول مزية مؤنث وأربع إذن مذكر أما الجزء القريب فهو مؤنث كما متفق مع المعدود في الفصل سبعة عشرة طالبا لاحظ كلمة طالبا مذكر ونعود إلى الجزء الأول نجد أنه اختلف معه لأن سبعة عشر كما ذكرنا أن من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر العدد والمعدود الجزء الأول يختلف والجزء الثاني يتفق ما أحد الجزء الثاني بين العدد والمعدود بينهما اتفاق لأننا كما ذكرت لكم من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر الجزء الأول يتفق والجزء الآخر الجزء الأول يختلف والجزء الآخر يتفق بين العدد والمعدود من حد التذكير والتأنيث حدثت الطفرة الإلكترونية خلال فترة زمنية لا تزيد عن عشرين سنة كلمة سنة لو تلاحظ أنها مؤنث وكلمة عشرين من ألفاظ العقود فلذلك لم تتأثر كما ذكرت ذلك في مثال سابق في الدقيقة ستون ثانية كلمة ثانية مؤنث أما ستون فهو عدد لم يتأثر من حيث التذكير والتأنيث في الدقيقة ستون ثانية ونقول في الدقيقة ستون ثانية مذكر ستون مؤنث ثانية ولا اختلاف عن عندي ستون كتابا مثلا أو عندي ستون كتابا لا فرق كتاب مؤذكر وستون لم يتأثر ثانية مؤنث وستون لم يتأثر ننتقل الآن للصفحة صفحة 253 منذ 75 سنة اخترعت الكهرباء والبرقيات والهاتف لاحظ 75 هنا عدد ألفاظ عقود معطوفة لاحظ العداد معطوفة سنة لاحظ كلمة مؤنث الجزء الأول لم يتأثر لكن الجزء الثاني المعطوف لاحظ أنه لم يتأثر لكن خمس هنا الجزء الأول اللي هو من ثلاثة إلى عشرة لا بد أن يختلف فسنة مؤنث إذن هذا يكون مذكر تسعة وتسعون استفادت تسعة وتسعون بلدا بلد مذكر لكن تسعة مؤنث الجزء الأول مؤنث فلذلك لأنه من ثلاثة إلى تسعة اتفقنا أنه فيه اختلاف من حيث التذكير والتأنيذ لا يتفقان أما الجزء الآخر الفاضي العقود لا تتأثر أبدا من حيث التذكير والتأنيذ ننتقل المسجلون في قائمة الفريق قائمة الفريق خمسة وعشرون لاعبا لاحظ كلمة لاعب لاعب مذكر الجزء الأول خمسة من ثلاثة إلى تسعة مؤنث فاختلف العدد والمعدود لأنه من ثلاثة إلى تسعة كما اتفقنا هناك عدم تطابق بينهما أما عشرون لم تتأثر من حيث التذكير والتأنيذ حتى مئة عام مضت كان الناس آمنين مقتنعين بمعارفهم لاحظ كلمة عام عام مذكر مئة لم تتأثر بها نقول حتى مئة عام أو مئة سنة لا فرق بينهما لأن مئة لم تتأثر من حيث التذكير ولم تتغير من حيث التذكير والتأنيذ يفخر الشخص إذا كان لديه ألف كتاب كتاب مذكر مذكر وألف لم يتأثر من حيث التذكير والتأنيذ يفخر الكاتب إذا كان لديه ألف قصة ألف قصة أيضا لم تتأثر قصة مؤنث وألف لم تتأثر بذلك نأخذ المثال الأخير يحمل الموقع قبل الأخير يحمل الموقع مليون معلومة معلومة مؤنث وكلمة مليون لم تتأثر من حيث التذكير والتأنيذ ولم تتغير يحمل الموقع مليون رابط مثلا مليون رابط لاحظ كلمة رابط رابط مذكر مليون لم تتأثر من حيث التأنيذ والتذكير لم تتأثر من حيث التأنيذ والتذكير ومعلومة كذلك ننتقل للمثال الأخير تضم المكتب الوطني مليوني كتاب كتاب مذكر كتاب مذكر مليوني لاحظ أنها لم تتغير ولم تتأثر لأن كما قلنا المليون والألف والمئة لا تتأثر من حيث التذكير والتأنيد الآن عندنا كما في هذا المثال أرقام صفحة 253 عندك أرقام نحاول نضع أرقام ثم بعد ذلك نجيب كتابة عن هذه الأعداد فنفرض أقترح أعداد ما يمكن أن تتضمنه مكتبة الخاصة وأدون ذلك رقما ولفظا كما في المثال لاحظ كتب الدين عنده 12 كتاب 12 كتابا 12 كتابا كتاب مذكر 12 أيضا مذكر اتفقنا من 11 و 12 يكتفقان لا يختلفان من حيث التذكير والتأنيد لو فرضنا عنده كتب اللغة 20 كتاب فماذا نقول سنقول 20 كتابا 20 كتابا لا يختلف من حيث التذكير والتأنيد العشرون والفاط العقود كتب الأدب كتب الأدب عنده نقول سنقول لاحظ أن العدد أول شيء من 13 إلى 17 من 13 إلى 17 عفوا من 13 إلى 19 هي من ألفاظ من الأعداد المركبة وهذه الأعداد كما ذكرنا الجزء الأول يختلف أما الجزء القريب فإنه يتفق فتأمل حاول تجيب على السؤال إذن أقول عندي 17 كتابا كتاب مذكر إذن 7 تكون مؤنث الجزء البعيد أما الجزء القريب فإنه يكون مذكرا القصص 100 لو أردنا أن نكتبها نقول 100 قصة لا فرق 100 قصة لماذا أو نقول 100 مثلا 100 قصة لا فرق فإن القصة لأن 100 لا تتأثر من حيث التذكير والتأنيد 4 و30 باحظ ماذا سنقول عندي 34 ديوانا ديوان شعري ديوان مذكر بما أنه مذكر إذن الجزء الأول في ألفاظ العقود المعطوفة في ألفاظ العقود المعطوفة الجزء الأول تماما مثل الأعداد من ثلاثة إلى عشرة لا يطابق أما الجزء الثاني وهو لفظ العقود فإنه لا يتأثر من حيث التذكير والتأنيد نأخذ الروايات الروايات عندي ماذا نقول عندي خمسة عشرة رواية رواية لو لاحظت أنها مؤنث بما أنها مؤنث والعدد عندي خمسة عشر عدد واقع بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فإن الجزء الأول منه يختلف أما الجزء القريب فإنه يتفق لاحظ رواية مؤنث إذن خمس مذكر وعشر القريب منه والجزء الثاني متفق معه إذن أما هنا الأقراص المدمجة في مكتبتي أقول عندي عشرة أقراص لاحظ أقراص هات مفردها قرص قرص مذكر بما أنه مذكر فإذن عشرة ما اتفقنا من ثلاثة إلى عشرة اتفقنا أن العدد والمعدود من حيث التأنيد والتذكير لا يتطابقا ننتقل الآن للسؤال الذي بعده أسوق شفهيا على غرار المثال الأول يعمل الخط الرقمي على مدار 24 ساعة على طريقة المثال الأول نحاول أن نجيب على هذا السؤال فنقول يحتوي سطح المكتب على أكثر من 29 أيقونة للتطبيقات 29 يعني 24 لاحظ أيقونة مؤنثة وساعة مؤنثة بنفس الطريقة وعلى طريق وعلى غرارها لاحظ أن أيقونة عندما كانت مؤنثة الجزء الأول أصبح مذكر وأيضا أربع عندما كانت ساعة عندما كانت المعدود كان مؤنثا أصبحت أربع مذكر نأخذ المثال الثاني المثال الثاني يتميز استخدام الإنترنت في العملية التعليمية بثلاثة ملامح هي العرض والتفاع والتواصل في الحاسوب الخاص بأربعة منافذ اللي يقل البيانات لاحظ كلمة كلمة ملامح ملامح هات مفردها ملمح ملمح مذكر أم مؤنث مذكر بما أنه مذكر وعنده العدد من ثلاثة إلى عشرة فإن العدد من ثلاثة إلى عشرة إذن لا يتطلق بقان العدد والمعدود من حيث التأنيث والتذكير فإذن أقول نفس الكلام منافذها كمفردها منفذ منفذ أمامها أربعة فأربعة أيضا إذن العدد سيكون مؤنثا بما أن المعدود مذكر بما أن المعدود مذكر السرعة العادية لتقنية تشبيك الحاسبات وملحقات أصلح إحدى عشرة مرة من سرعة نقل البيانات نجيب على غرار هذا المثال فنقول هناك أكثر من إحدى عشرة صيغة لمعالجة الصور نرجع للمثال الأول مرة مرة مؤنث إذن إحدى عشرة لابد أحد عشر وإثنى عشر أو إحدى عشرة أو إثنى عشرة اتفقنا أن هذين الرقمين ما بهما اتفقنا بأنهما بأنهما يتفقان من حيث التذكير والتأنيث مع العدد مع المعدود فصيغة مؤنث إذن إحدى عشرة بجزئيه مؤنث ننتقل للمثال الثالث تكون تتكون الصورة الرقمية من ملايين المربعات الصغيرة وتسمى عناصر الصورة ما ضربنا مثال على غراره فقلنا برامج الرسوم كفيلة باحتواء ملايين الألوان بدقة متغايرة لاحظ كلمة ملايين ملايين عدد من مليون مفرده مليون وهو من الألفاظ التي لا تتأثر ولا تتغير بالمعدود من حيث التذكير والتأنيث فكلمة الألوان لو أردنا مفردها اللون لون مذكر وعلى ذلك لا تتأثر أبدا من حيث التذكير والتأنيث مثل الألف والمئة والمليون نأخذ المثال الذي بعده يكون في لوحة مفاتيح أجهزة الحاسوب أكثر من 90 مفتاحا نعطي مثال آخر يحتوي الحاسوب على أكثر من 80 لغة لاحظ كلمة 90 90 كلمة مفتاحا تسعين ومفتاحا مفتاحا معدود وتسعين عدد ومع ذلك العدد لم يتأثر أبدا من حيث التذكير والتأنيث مع مفتاح حتى لو قلنا أكثر من 90 مثلا 90 مثلا لو قلنا يكون في لوحة المفاتيح أجهزة الحاسوب أكثر من 90 مثلا صيغة أو كذا وأيضا يحتوي الحاسوب هنا على أكثر من 80 لغة لاحظ كلمة لغة لغة هذا معدود و80 عدد ومع ذلك 80 لم تتغير من حيث التذكير والتأنيث تماما مثل 90 تماما مثل 90 من حيث التذكير والتأنيث كما قلنا الفاض العقود أبدا لا تتغير من حيث التذكير والتأنيث الآن نأخذ تقيم لهذا الدرس صفحة 253 وبه نختم الدرس نقول صنف الأساليب اللغوية الآتية نريد أن نصنف الأساليب اللغوية الآتية ما أنفع المؤمن لنفسه حاول أن تجيب على هذا السؤال عندما نقول ما أنفع ما أنفع هذا كلمة ما أنفع أي أسلوب نتخذه هل هو أسلوب نفي أم أسلوب استفهام أم أسلوب تعجب حاول أن تجيب على هذا السؤال قبل أن نجيب ما أنفع المؤمن لنفسه ما أعظم السماء ما أعظم خلق السماء وهكذا إذن حاول أن تجيب نعم أيها الطالب الكريمة حسنت أسلوب تعجب أحفظ من القرآن 14 جزءا هنا نقف وقفة مصيطة كلمة جزءا لاحظ كلمة جزءا هنا 14 جزءا جزءا مذكر بما أنه مذكر ف14 عدد توسط من 13 إلى 19 الجزء الأول يتفق الجزء الأول يختلف الجزء القريب يتفق بما أن أي أسلوب أخذنا أي أسلوب في هذا المثال حاول أن تجيب على هذا السؤال بالطبع أنه أسلوب أسلوب ماذا؟ أسلوب العدد الذي درسه هو لدنسنا اليوم تسلم المتقاعد نفسه شهادة تكريمة لاحظ هذا المثال اقرأه مرتين ثلاث وتأمله حتى تعرف الأسلوب اللغوي في هذا المثال هنا تأمل كلمة نفسه تسلم المتقاعد نفسه إذن الأسلوب هل هو أسلوب استفهام أم أسلوب توكيد أم أسلوب تمني حاول أن تجيب على هذا السؤال واختر واحدة من الإجابات نعم أسلوب توكيد تسلم المتقاعد نفسه تسلم المتقاعد نفسه نفسه كلمة نفسه يعني توكيد على أن المتقاعد نفسه قرأ هذا نفسه استلم هذه الشهادة من يحسن إلى الناس يستعبد قلوبهم خذ هنا من يحسن وهنا يستعبد قلوبهم تأمل تأمل أي أسلوب من أساليب اللغة التي أخذتها ودرستها سابقا تأمل هذا هل هو أسلوب شرط أم أسلوب استفهام أم أسلوب تمني حاول أن تجيب لا شك أنه أسلوب شرط لأن من يحسن إلى الناس جواب ذلك يستعبد قلوب الناس كرمت المعلمة جميع طالبات الفصل إلا طالبتين نقف على هذا المثال هنا كلمة إلا طالبتين حاول أن تجيب وتعتعرف لنا على الأسلوب هل هو أسلوب نداء أم أسلوب استثناء أم أسلوب توكيد حاول نعم إجابة أسلوب استثناء إلى هنا نقف على درسنا وإن شاء الله بإذن الله نتواصل مع درسنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر